السائل يقول هناك بعض المقاطع تحتوي على موسيقى وأنا لا أريد أن أسمع الموسيقى إنما أريد المحتوى الذي بالمقطع هل علي إثم إذا شاهدت مثل هذه المقاطع إذا كانت القضية قضية مشاهدة وتخفض صوت الموسيقى فلا بأس إن شاء الله أما إذا كانت سماعاً تبي تسمع هذا المقطع مثلاً وداخلته الموسيقى إذا كان هذا المقطع مهماً وتحتاج إليه وكذا لا بأس إن شاء الله تعالى أنك لا تقصد الموسيقى هنا مثل اللي يسمع الموسيقى في الطائرة أو غيرها مغصوب على هذا الأمر هو لا يريد الموسيقى وإذاك يفرق أهل العلم بين السماع والاستماع فالسماع هو اللي تسمعه رغماً عنك والاستماع الذي أنت تتلذذ بسماعه وتقصده وتطلبه فإن شاء الله لا بأس إذا كنت محتاجاً إليه ولا تجده بغير هذه الموسيقى